كل النرجسيين يا جماعة بيحتاجوا للمتح والإعجاب من الآخرين مع عدم وجود أي نوع من التعاطف معهم وبيئذي الناس بتصرفاتهم الأنانية دي ومن المحتمل إن الإساءة دي تكون من غير قصد ولكن النرجسي الخبيس بيسيء للناس وبيئذيه بقصد ومتعمد بيكون أكتر عرضة لأنه يستخدم العنف والقوة لتلبية احتياجاته النرجسي الخبيس يا جماعة بيميل للانتقاد بشكل متكرر من غير ما يحط في اعتباره أبدا تأثير أفعاله دي على الآخرين وأحيانا تصرفاته دي بيكون فيها نوع من العداء الصريح على حسب الهدف اللي بيحاول يحققه طيب إيه هي النرجسية الخبيسة دي وإيه هي علامتها اللي بتميزها ده هيكون موضوع حلقتنا النهاردة بالرغم يا جماعة من وجود تشخيص واحد بس للطراب الشخصية النرجسية إلا إن النرجسية نفسها عبارة عن سلوك معين بيظهر في بعض الأشخاص أو بيظهر بعض الأشخاص صفات ممكن تكون عادية جدا زي الأشخاص اللي بيحبوا نفسهم أو بيحبوا إنهم يتصوروا مثلا كتير أو بياخدوا سيلفي كتير إعجابا من نفسهم ولكن في النهاية بنلاقي إن بعض الصفات النرجسية دي من الممكن إنها تكون في الظاهر صفات عادية النرجسية الخبيسة يا جماعة تشخيصها الوحيد هو نمط مستمر من محاولات جادة لتخريب حياة وسعادة الآخرين أو تخريب تقديرهم لنفسهم وكمان تخريب علاقاتهم وفي الغالب المعالجين دايما بيعتبروا إن النرجسي الخبيس ده من أكتر الأنواع خطورة لأنه بيظهر عليه صفات واضحة فيها عداء لكل المجتمع اللي حواليه أحيانا علامات النرجسية الخبيسة بتكون واضحة بشكل مش ممكن تصدقه وكمان ممكن تلاقيها علامات خفية ومش واضحة برضو لدرجة مش ممكن أنت هتتخيلها إنها تكون موجودة في شخص من الناس يعني على حسب الحالة اللي النرجسي الخبيس بيستهدفها ولكن الأهم إننا نعرف إيه هي العلامات الواضحة للنرجسي الخبيس ده طبعا أول علامة وهي الغضب الشديد جدا واللي بيكون غريب جدا في إنه بيظهر فجأة وده بيحصل في أي حاجة أو على أي حاجة مهما كانت ما تستهلش الغضب ده بتلاحظ كده إن في حاجات بتحصل الظاهر منها إنها بتكون حاجات عادية جدا ولكن بتكون سبب لإصارة الغضب الرهيب جدا للنرجسي الخبيس ده وكمان لما النرجسي بيحس من وجهة نظره بالتهديد من أي حاجة أو أي تصرف ما يعجبوش بيبدأ يتعامل بغضب عالي جدا لإنه بيستخدم الغضب ده زي حماية له من أي مظهر ممكن يبين إنه ضعيف وبيستخدم الغضب ده بطرق كتير جدا زي التهديدات أو العنف الواضح وده علشان يقدر يستعيد إحساسه بالقوة كمان زي ما الغضب ده ممكن يظهر بسرعة ممكن كمان يختفي بسرعة وده اللي بيخلي كتير من الضحايا بتعاني جدا مع النرجسي لإنها بتحس دايما إن النرجسي ده مزاجه متقلب يعني ملوش أمان لدرجة إنها ما بتكونش قادرة تتوقع رد فعله في موقف معين العلامة اللي بعد كده وهي الاستحقاق ما يخفاش على أي حد إن كل النرجسيين بيعتقدوا إن هم يستحقوا كل شيء كل حاجة هم عايزينها وبالتالي هم ما يقدروش يفهموا أبدا سبب إن الآخرين مش قادرين يفهموا النقطة دي أو إنهم يبصوا للحاجة دي يعني بطريقة النرجسيين يعني النرجسي بيفشل دايما إنه يتقبل طريق التفكير الآخرين وكمان بيعمل أي حاجة تضمن له إنه يحصل على اللي هو عايزه زي مثلا لو النرجسي حاسس إنه هو اللي يستحق فرصة العمل أو الوظيفة دي ممكن يبدأ يعمل حمل التشويه ضد زميله اللي بينفسه في الحصول على الوظيفة دي أو إنه يبدأ يعمل صداقة مع المدير بطريقة تخليه يقدر يفوز هو بالوظيفة دي وممكن يوصل به الموضوع كمان إنه يهدد تهديدات مباشرة وخطيرة جدا على اللي ممكن يعمله لو هو ما قدرش يفوز بالوظيفة دي العلامة اللي بعد كده إن النرجسي الخبيث بيميل لإنه يقاطع أي حوار أو منقشة وبيحاول يسيطر على مجريات الحديث دايما لصالحه لما النرجسي بيتناقش أو بيتكلم مع الآخرين ما بيكونش هدفه إنه يقوي الروابط أو العلاقات اللي بينه وبين الآخرين بكلامه يعني ولكن هو بيعتبر الحوار أو النقاش ده وسيلة للحصول على احتياجاته بدلا من إنه يتواصل مع الآخرين بطريقة طبيعية فيها نوع من التبادل لإنه بيحسب كويس جدا إيه اللي ممكن يتقدم له والنتيجة اللي بتحصل من كده إنه بيقاطع كلام الآخرين علشان يفرض هو وجهة نظره ويخلي كلام الآخرين ده مش واضح أو مشوش كمان النرجسي بيحاول يسيطر على الحوار وتوجيهه لإنه يخدم احتياجاته ومصلحته هو وطبعا النرجسي بينتقد أي كلام من الآخرين علشان يخليهم يضطروا في النهاية يبطلوا كلام أو يوقفوا الكلام علشان هو اللي يتكلم كمان حط في اعتبارك إن مش كل النرجسيين ممكن يلجأوا للطريقة دي بالزبط في كل الأحوال يعني ولكن في من الممكن إنك تلاقيه بيتعامل بطريقة لطيفة مع الآخرين علشان يكسب تعطفهم ويخدعهم بشخصية مزيفة العلامة اللي بعد كده إنه عنده جنون العظمة ودي واحدة من أهم العلامات الرئيسية في النرجسي الخبيث وهي جنون العظمة المستمر لإنه بشكل عام النرجسي بيميل لعدم الثقة بالآخرين وده ممكن تلاحظوا لما بتلاقيه يقول مثلاً ما تسمعش كلام أي حد تاني لأنه هو مش عارف وبيقول إيه ما تبقاش واثق قوي في كل اللي بتقراه الأيام دي الناس دي هتستفيد منك إيه أو إنه يقول لك خليك حريص دايماً العلامة اللي بعد كده وهي إنه مش بيندم أبداً النرجسي الخبيثة جماعة بيفتقر لإحساسه بالندم على أي تصرفات هو بيعملها مع الآخرين وده بيكون على عكس باقي أنواع النرجسيين لأنه مش بيحاول أبداً إنه يتظاهر بالندم أو إنه يقدم اعتذار أو تبريرات مزيفة وبدل ما بيعمل كده بيستمر النرجسي الخبيث في مواجهة الناس أو إنه يهددهم علشان يبعدوا عنه لأن الناس معظمها هتبقى خايفة من غضب النرجسي الخبيث ده أما العلامة اللي بعد كده إنه تفكيره متطرف وغير طبيعي في الغالب مش بيشوف النرجسي حالة وسط أبداً ولكن بيشوف دايماً الناس يا إما سيئين أو طيبين مفيش عنده حاجة وسط كمان لما بيكون في حد بيمدحه بشكل كبير جداً وبيظهر له إعجابه بشخصيته ممكن يوصفه بإنه من أفضل الناس ومع أول خطأ ولو بسيط جداً بيوصفه بإنه أسوأ شخص تقابل معه العلامة اللي بعد كده وهي إنه بيلوم الآخرين كل النرجسيين بيحاولوا يتهربوا من مسئوليتهم أو إنهم يتسئلوا عن أي أفعال أو تصرفات بيعملوها علشان كده النرجسي الخبيث دايماً بيرمي اللوم على الآخرين وبيحملهم مسئولية أي شيء يحصل علشان ما ينكشفش داخله السيء الأهم في النقطة دي إنه النرجسي الخبيث بيستخدم أسلوب التسليس كطريقة في تحميل الآخرين المسئولية على التصرفات دي العلامة اللي بعد كده إنه شخصيته بتكون متنقضة جداً لما بيكون عدائي ممكن تلاقي إنه النرجسي الخبيث ده مش عدواني في كل الأحوال ولكن بيميل إنه يكون عدواني دايماً كمان بيكون عنده مشكلة في التحكم في غضبه مع عدم التحكم في ردود أفعاله أو تفاعلاته مع الأمور وده بيدي له فرصة ومساحة إنه يقدر ينتقد الآخرين براحته وده لما بيحس بالتهديد أو بالإهانة ورغم كده لازم ما تنساش إنه النرجسي ما بيعترفش بيغلطه أو يعتذر عن إساءاته بصدق لإيمانه الكامل بإنه ما بيغلطش أو إنه ارتكب حاجة تستحق إنه يعتذر عنها بيكتفي النرجسي أحياناً لما بيحاول يتنصل من مسئوليته نحي التصرفاته إنه يحاول يشككك في عقلك عن طريق إنه يقولك مثلاً أنا ما حاولتش أبداً إن أزيك وبطل إنك تتعامل بحسسية زي ده أو إنه يقولك أنا آسف على اللي حصل بس أنت برضو ما كانش مفروض تعمل كده وفي أحيان تانية هيقولك إنه إنت اللي بدأت واتطرتني إن أنا أعمل كده العلامة اللي بعد كده إنه بيحب المنافسة جداً النرجسي الخبيث بيربط نجاحه بنجاح شخص تاني وبيظهر دايماً إنه إنسان طموح جداً وناجح جداً والفوز أو الانتصار أولوية قصوى بالنسباله حتى لو نجاحه ده هيتسبب في إنه يأذي حد تاني مش هيهمه أبداً وهيبزل كل جهده إنه ينجح مهما كانت النتائج النرجسي الخبيث مش بيتنازل أبداً عن إنه يكون له دور قيادي وفيه زعامة على أي حد حواليه وأي دور أقل من القيادة هيكون بالنسباله إهانة ووضع مهين لشخصيته جداً موضوع قدرته على المنافسة ده هتقابله في أي مجال وأي مكان زي العلاقات أو في العمل أو حتى في المدرسة زي مثلاً ممكن تلاقي الأم النرجسية بتتنافس مع أي أم تانية في مدرسة ابنها عن طريق إنها بتعمل أي حاجة في مقدورها علشان تخلي بنتها أو ابنها هو الطالب الأول حتى لو كان الهدف ده من الممكن إنه يضر ابنها بالتأكيد ده بسبب إن النرجسية الخبيثة دي قررت من جواها إنها لازم تكون أحسن وأفضل من باقي الأمهات التانية اضطراب الشخصية النرجسية جماعة مش بكله سبب واحد ولكن الخبراء النفسيين بيعتقدوا في العموم إن النرجسية بيكون سببها بعض الحاجات الوراسية والبيئية المختلفة زي مثلاً صدمة الطفولة في معظم الظروف تقريباً بيكون عند النرجسية سبقة في صدمة الطفولة وصدمات الطفولة دي ممكن تشمل الإهمال والاعتداء الجسدي والإساءة العطفية وكمان من الممكن إن صدمة الطفولة دي تظهر لما بيحتاج الأطفال الصغيرين دول لرعاية من الوالدين بسبب مشكلة طبية أو نفسية والأطفال دي بتكبر وجواها اعتقاد بعدم الأمان في العالم اللي عايشين فيه وإن الناس اللي حواليهم سيئين وما ينفعش يسقوا فيهم بيتحول الأطفال دول لإنهم يعيشوا دور الضحية وبيكون كل همهم حماية نفسهم من خلال إنهم يتصرفوا بشكل فيه إظهار تفوق وقوة على أي حد تاني وده بيكون واضح جداً لما بتكبر جواهم الأنا المغرورة واللي بتدلهم نوع من الحماية لشخصيتهم الهشة الضعيفة سبب كمان لما بيكون ما عندهمش ثقة في الوالدين الأطفال بيكونوا محتاجين إنهم يحسوا بوجود حماية من الأب والأم باستمرار ومسندتهم وحرمان الطفل من الأمان ناحية والدهم أو والدتهم بيكون سبب من أسباب ظهور النرجسية الخبيثة ودي بتكون مشكلة رهيبة جداً لأن من الطبيعي إن الأب والأم هم مصدر الثقة والأمان للطفل واللي بيعتمد على دعمهم الكامل له سبب كمان للنرجسية الخبيثة وهي المتح والإعجاب الزائد عن حده لما شخص بيلاقي إنه دايماً فيه إعجاب ومتح زايد ومبالغ فيه بشخصيته بيزود عنده جداً إحساسه بالأهمية المبالغ فيه وده سبب في إن النرجسيين دايماً حريصين على إنه يكون فيه حواليهم أشخاص بتدلهم الإحساس بالعظمة ده لأنهم حريصين على إنهم يكونوا متطمنين ناحية تقديرهم لذاته السبب اللي بعد كده هو تعرض الشخص ده للرفض باستمرار الرفض المستمر للشخص النرجسي بيخليه عرضة لإنه يبقى نرجسي خبيث لإن الرفض المستمر ده بيجرح الأنا اللي جواه وبيقضي تماماً على تقديره لذاته ونتيجة لده بعض الأشخاص بتعاني من تدني رهيب جداً في إحترام الزات ودايماً بينجذب النرجسيين الخبيثين ليحتياجهم للقوة والسيطرة والهيمنة الزايدة علشان يضمنوا إنه مفيش حد عنده القدرة إنه يقزيهم أو يقرب منهم طيب إزاي تقدر تحافظ على نفسك لو أنت عايش في علاقة مع نرجسي خبيث أولاً جماعة مهم جداً إننا نفضل فاكرين إن معظم النرجسيين ما بيعرفوش يطلبوا المساعدة من نفسهم كده وده لإنهم مش بيقدروا يعرفوا إن سلوكهم مش صح أو دار باللي حواليهم ولو حصل إنهم دخلوا في علاج معين فبيكون في العادة لأسباب تانية خالص زي الاكتئاب أو سوء المعاملة العلاقات النرجسية الخبيثة بتكون مدمرة جداً لأي حد على علاقة بالنرجسي الخبيث والنوع ده من الشخصيات بيكون خطير جداً وفي الوقت اللي معظم النرجسيين مدركين تماماً إنهم بيسببوا الألم للآخرين فبنلاقي إن النرجسيين الخبيثين دول بيكونوا في أحسن حالتهم من التعذيب الظاهر على ضحاياهم دول ولكن بعد الإساءة بيتحول النرجسي الخبيث بسرعة لدور الضحايا من خلال إنه يوهمك إنه ما كانش يقصد إنه يؤذيك أبداً وإنه كنت بعمل كده عشان مصلحتك والوضع ده في الغالب بيخلي الضحايا دايماً في حالة من العجز والخوف الدائم إذا كنت حاسس إنك في علاقة مع نرجسي خبيث حاول تحافظ على نفسك على قد ما تقدر علشان في الغالب النوع ده من النرجسيين ما بيكونش عنده أي استعداد أبداً للتغيير ومن الممكن إن حياتك كلها تكون في خطر بسبب العلاقة دي وخليك عارف إنه أي تعامل بالمنطق مع العلاقة اللي بالشكل ده ما بيكونش حل أبداً ومش حيفيدك بأي حاجة ولكن بدل ما تعمل كده حاول على قد ما تقدر تحط حدود قوية وتتواصل مع حد يدعمك والأفضل بعد كل ده في علاقة بالشكل ده هو قطع الاتصال تماماً